أريد أن أقول بس نقطة مهمة يا إسلام. أنت النهاردة أنا بقيم منتخب مصر في البطولة دي على أي أساس. هل بقيمه على فرقة بتلعب كرة كويسة؟ أم لا بقيمه على فرقة راح تغيب بطولة؟ عشان بس يبقى كلامنا في محله الصحيح. أنا بقيم نهاردة منتخب مصر على فرقة راح تغيب بطولة. مش فرقة راح تأدي أداء جيد عشان نسقف بعد مطش الأردن ونسقف بعد مطش تونس ولبنان. ونقول الأداء جيد يا جماعة. والله منتخب مصر شكل وتغير. إحنا مش عايزين منتخب مصر شكل وتغير بس. إحنا عايزين نتيجة وأداء. عشان بعد كده فيما بعد إبقى أنت عندك بطولة إفريقيا رايح تكسب. أنت كل الفرق اللي موجودة دي أنت نقصك. نقصك النيني أعتقد نقصك مرموش ونقصك. صلاح وتريزيجي. صلاح يعني وتريزيجي. بتدعي اشتغل مصطفى محمد. محمد ياسر ليان. لعندك مجموعة. أكيد وضع. الفرق الثانية برضو نقصها لعيبة كتير جدا. جدا. إفريقيا من وجهة نظر الشخصية أقوى بكتير جدا. جدا 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 من بطولة كأس العرب. أقوى بكتير. قوي قوي قوي. فأنت النهاردة لو أنت بتتكلم كمدير فني. أننا الهدف بتاعي أو الترجل بتاعي أننا نروح كأس العالم. فأنت تلاعب فرقة من الخمسة الكبار. إمكانيات أعلى بكتير جدا من إمكانيات الفرق اللي بتلعيبها النهاردة. بكتير كرة قدم يعني تموحات الصعود لكأس العالم كبيرة جدا جدا بالنسبة للفرق الأفريقية. كأس العالم والتسويق والإمكانيات والقدرات. ويتلاقي كل اللعبة بتقاتل عشان كأس العالم. فأنت النهاردة كمنتخب مصر لما تروح بطولة زي دي كأعداد بالنسبة للمستر كروش زيك زي بقية الفرق. الطبيعي جدا. الطبيعي جدا. نحن نشوف فرقة رايحة تكسب. تمام. لو ما كسبتش يبقى المفروض نطلع كلنا كابتن علاء بنزق للأداء المنتخب على الروح القتالية وعلى الأداء الفني. ونقول باد لك. أنت النهاردة بتاع منتخب تونس شوط الأول أعتقد. منتخب تونس مسيطر على كل المجرات الجيم. ستة أو سبعة أو تسعة كورنرز تقريبا كممكن فيهم واحدة أو اثنين يجو جوال. كرات السابتة عندهم كلها خطر. كنا متخيلين لكابتن التغييرات اللي حاليا كنتم تتكلم عنها دلوقتي. هنا تغييرت.